لكن حمدي فتحي خد شوية نقد او يعني الناس اتكلمت شوية على غياب حمدي فتحي من مطش مبارح طبعا حضراتكم عارفين انه حمدي بيتجاوز الف مبروك طبعا فرصة ان احنا نبارك له وبالمناسبة بس المسلماني والفرقة هتحضر طبعا حفل زفاف نجم النادي الاهلي حمدي فتحي ان شاء الله النهاردة بس خلينا اقول لحضراتكم قصة حمدي فتحي عشان الناس قالت انه مش وقت احتفالات او وقت افراح كان من الممكن انه يأجل او الاخر حمدي لما خد قرار تحديد معاد حفل زفافه الوقت ده عند النادي الاهلي ما كانش فيه مطشوات كان مفترض ان المسابقة هتوقف عشان مشاركة منتخب مصر الاولمبي قبل ما يرجع النادي الاهلي ويوافق انه يلعب مؤجلاته في فترة مشاركة منتخب مصر الاولمبي في اولمبياد توكيو وبنانا على الاجندة اللي كانت معمولة قبل كده انه الفترة دي هيبقى فيها توقف للنشاط حمدي بعد ما اخد اذن ادارة النادي الاهلي قرر انه يعمل حفل زفافه في التوقيت ده وبالتالي الراجل كان مرتب اموره انه غيابه في التوقيت ده مش هيبقى مؤسر بشكل من الاشكال على الفريق في مواجهاته في بطولة الدوري الحقيقة يمكن لما ده وضح لكتير من جماهير لانه الكلام ده كان مطاب قتل اباحسن على السوشال ميديا لفترة الاخيرة الحقيقة للصورة دي لما توضحت وانا يمكن تبعت قبل مطلع عشان يعني كنت ههني حمدي بمناسبة جوازه الناس تفهمت جدا وخليني اقولك حمدي انه الموضوع اختلف 180 درجة وانه حتى البصات اللي انت يمكن نزلتها على الانستجرام لقت يعني قبول ومسندة ودعوات انه ربنا يفرحك ويكرمك ويوفقك في جوازك ان شاء الله باذن الله والناس بتقولك شلتنا كتير قوي 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 مفيش مانع ان احنا نشيلك وترجع لنا المهم تبقى جاهز مبروك لحمدي فتحي طبعا نجم النادي لأهلي